في إطار المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لمنظومة النظافة أكدت وزارة التنمية المحلية حرصها على إيجاد آليات جديدة للرقابة والمتابعة لمنظومة المخلفات الجديدة بالقاهرة وخلال اللقاء لوزير التنمية المحلية محمود شعراوي مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال نظم المراقبة والمتابعة لإدارة منظومة المخلفات أكد شعراوي ساعي الدولة لإحداث تغيير حقيقي في مستوى نظافة العاصمة وتتضمن منظومة المتابعة التي وضعتها الشركة نظاما إلكترونيا لتتبع السيارات العاملة في المنظومة الجديدة للمخلفات وتلقي الشكاوى من أكثر من مصدر